اشتركوا في القناة امور في حياتك متعطلة او امور في حياتك صعبة زي الامتحان مثلا زي تخليص اوراق مثلا تخليص اواضي حاجات صعبة في حياتك او حاجات محتاجة وقت او حاجات متعطلة مثلا ترخيص بتخرجها مثلا بتاعة شغل بتاعة التجارة جواز صفر اوراق شغل مثلا بتقدم في مكان الحاجات ديت يعتبر امور صعبة احنا بنتظهر نتمنى ان هي تخلص بسرعة بسبب الروتين اللي فيها والحاجات اللي فيها ديت بتكون متعطلة امور في حياتنا كذلك الامر من الامور الصعبة برضو ان احنا ممكن نكون في حاجة متعطلة في حياتنا مثلا زي زي مثلا زواج زي انجاب زي صفر زي شغل معين زي حاجات كتيرة جدا يعني اي امره صعب ممكن مشكلة مثلا واحد مع حد مثلا عمل مشكلة واحدة مع زوجها مثلا عاملة مشكلة اصدقاء متخنقين مع بعض اقارب مثلا في مشاكل وفي خلافات بينهم والامور صعبة والامور متوترة حاجات كتيرة اخوان عزاء ممكن ندرج تحتها موضوع الامور الصعبة ديت طيب هل ان في احلام فعلا بتظهر تدل على ان الامور دي بتتيسر ان شاء الله اكيد طبعا اخوان عزاء كل حاجة لها احلام ولها دلالات معينة بتظهر تتفسر على انها تيسير لامور صعبة او انتهاء مرحلة صعبة في حياة الرأي او في حياة شخص من اللي حوالين الرأي يعني مش شرط الرأي اللي هو يشوف الرؤية ان الامر الصعب ده ينتهي عنده ممكن يكون مسلا عندك اخ اخت اب ام اي حد يكون مسلا الامر الصعب ده في حياته هو مش شرط لك انت بس طيب الاحلام دي ناخد بيها اكيد طبعا ناخد بيها الرؤى الصالحة الرؤى الصالحة لازم ناخد بيها وللأسف في ناس بتشكك في الرؤى الصالحة وبتقول ان الاحلام ملهاش علاقة بالواقع خالص وده امر غلط طبعا لان الموضوع في نص حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام بيقول الرؤى السلاس فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان فاذا رأى احدكم رؤية تعجبه فليقص ان شاء ورأى شيئا يكره فلا يقصه على احد وليكم يصلي بمعنى ان احنا في رؤى مبشرة وفي رؤى صالحة ممكن نشوفها في المنام ونحكيها نحكيها لاصدقائنا نحكيها لقريبنا نحكيها لحبيبنا نحكيها الناس نسك فيهم يفاصلها لنا عادي رؤية مثلا بتحزننا بتخوفنا ممكن ما نحكيهاش لحد وما نقصهاش على حد ونصلي ركاتي لله بنية ان ربنا يبعد عننا اشهر هذه الرؤية فالناس اللي بتشكك ديت تراجع نفسها شوية وترجع للكتب وترجع للأحاديث وترجع لأراء العلماء والرأي الشرعي او الفقه في موضوع تفسير الاحلام او في موضوع الرؤى الناس اللي هي بتقول الرؤى ديت لان فيه جيء تعليق على القناة من شخص الشخص ده الله عالم هو يعرف الكلام اللي بيقوله او ما يعرفش اه معنى الكلام اللي بيقوله انه هو بيشكك في موضوع الرؤى او بيشكك في الحاجات ديت وطبعا اه التشكيك ده ممكن يقدي به لامور يعني هتضره في دينه اه ما ينفعش ان احنا نشكك في حاجات سواب ازاي كده اي نعم تفسير الرؤى ليه ليه كذا وجهة وكذا اختلاف وكذا وجهة نظر مش ملهوش قاعدة ثابتة ولكن احنا بنقول الرؤى صالحة فيندرج تحتها اي رؤية مفرحة اي رؤية مبشرة اكيد احنا نحس الحاجات ديت في المنام اه طبعا مش معقولة ان انت تقوم النوم بسوط وسعيد وفرحان برؤية نقول عليها ان هي حاجة وحشة او ما ناخدش بيها لا لازم اكيد طبعا ليه هدلنا معينة وبتكون بشارة فعلا لينا ان شاء الله نرجع اخوان العزاي لموضوع الفيديو والاحلام اللي بتدول على تسير الامور الصعبة طبعا اخوان عزاي في رؤى كتيرة جدا اه وزي ما قلنا اي رؤية مفرحة بتبشرك ان شاء الله اي رؤى مفرحة بتبشرك. اه مثلا اخوان عزاي من الرؤى اللي هي بتدول على تسير الامور الصعبة رؤية الاوراق عموما رؤية اوراق مسلا مكتوب فيها ارقام مكتوب فيها كلام مسلا دي حاجة كويسة رؤية اشراء مسلا عقود او عقد عمل مسلا او انك بتوقع على عقد عمل والحاجات دي دي حاجة كويسة جدا اه كمان رؤية بطاقة الهوية او جواز السفر من الرؤى المهمة جدا اللي بتدل على تيسير امور صعبة رؤية القاضي او المحامي رؤية جميلة جدا بتدل على رجوع حقوق ورد حقوق كمان وبتدل على ان في امر مثلا معلق في المحاكم الامر ده اكيد هيحصل في تغيير للافضل ان شاء الله او انك مثلا لو لك قضية ومش عارف تاخد حقك اكيد هتحصل على حقك من خلال رؤية المحامي او رؤية قاضي او رؤية مثلا ميزان كل رؤى دي رؤى مبشرة جدا رؤى عظيمة جدا كمان من الرؤى المهمة جدا في تيسير الامور الصعبة انك تمشي مثلا في طريق مستقيم تمشي اه في طريق بعيد مثلا عن عن حفر بعيد عن مطباط دي حاجة كويسة جدا بتدل على تيسير امور صعبة كمان من الامور المهمة رؤية الاغتسال انك تلاقي نفسك بتغتسل من اوساخ ومن اتربة ومن طين مثلا بتغسل ايدك بتغسل رجلك بتغسل اغتسل اغتسال كامل سواء في مياه عادية او في مياه البحر فانت كده من الامور الجميلة جدا اللي بتدل على زوال المشاكل اللي عندك او زوال الهموم اللي عندك او زوال او زوال الامور الصعبة في حياتك كمان اخوان عزاء ان شخص ينصحنا في المنام او يوجهنا في المنام دي حاجة كويسة جدا اه في اوقات بنكون احنا بناخد قرارات خاطئة مثلا او هناخد قرار خاطئ ونلاقي ان في شخص بيوجهنا لامر معين او بينصحنا اه بامر معين فممكن اه الشخص ده اه يكون كلامه فعلا حقيقي وان احنا اه لو خدنا به هنكسب او هنرتاح مسلا او في امر صعب مسلا هنقدر نتخطى في الفترة القادمة فا اه الرؤى بتكون كتيرة جدا يعني مش ممكن ان احنا نذكر الرؤى كلها ولكن احنا بنحاول نقرب اه للامور اللي هي توصلنا لتيسيره لامور الصعبة كمان مثلا اخواني عزائي ممكن شخص يلاقي نفسه في المنام ان هو بيبكي البكاء اه يعني رؤية جميلة وبتدل ايضا على ان الشخص عنده ضغوطات نفسية ولكن البكاء عموما في المنام بيكون اشارة كويسة اشارة لان هو عنده مرحلة صعبة ولكن هيقدر يتخطاها بازن الله كمان من الامور برضو اللي لازم ناخد بيها والامور اللي هي تبشرنا رؤية المتوفين في المنام رؤيتهم جميلة جدا وممبشرة جدا اه خاصة لما بيعطونا شيء او ان احنا مسلا اه بنقعد معاهم ونكون سعداء معاهم او اجتماعهم مسلا معانا مع وجود الاقارب مع وجود اصدقاء مع وجود ناس بتكون قريبة مننا دي حاجة كويسة جدا بتدل على تيسير امور صعبة برضو اه برضو اخواني عزائي من الامور المهمة جدا رؤية بناء مكان مثلا بناء منزل او شراء منزل دي حاجات كويسة جدا بتدل على تيسير امور صعبة وان ان شاء الله في تغيير للافضل ممكن انت قاعد في دقيقة مثلا وامورك هتتيسر ان شاء الله اه كمان من الرؤية الجميلة جدا اللي بيدل على تيسير امور صعبة مثلا اه رؤية اه زراعة الارض او حراسة الارض دي حاجة كويسة جدا تدل على تيسير الامور بازن الله وتدل على الرزق الواسع. الرزق دي حاجة كويسة برضو. كمان من الرؤية الجميلة جدا انك تشوف شخص في المنام بيعطيك مسلا اموال او بيعطيك حاجة اه ليك انت كهدية مسلا او كملابس او كاكل او او مياه مسلا. دي حاجة كويسة جدا بتدل على خروجك من قرب وخروجك من امر صعب في حياتك. فهنا الرؤية كتير جدا اخوان عزام مش هنقدر نذكرها كلها ولكن احنا بنحاول زي ما قلنا نقرب حاجات يعني اتمنى ان الفيديو يكون عجاجة كبير وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.